وعندما جاء يسوع المسيح إلى بلدة كفر نحوم على بحيرة طبرية هناك دخل في بيت وكانت الجموع تزدحم حول الرب يسوع المسيح حتى امتلأ البيت وما حول البيت وكل الزقاقات التي تقود إلى هذا البيت فجاء أربعة يحملون إنسان مريض على طبعا على فرشة وحاولوا أن يدخلوا بين الجمع كان الجمع مزدحم وحتى الباب كان يعني مسكر بسبب الجموع الكثير كل بيت عادة في أرض فلسطين قديما أنه تدخل للدار الساحة الخارجية الفسيحة وفي حول البيت في درج في سلالم اللي بيطلع على ظهر السطح لسببين السطح كان يستخدم لتجفيف الموارد مثل مثلا السمسم والقمح وأمور أخرى بيستخدموها أو أحيانا في الصيف للنوم على ظهر السطح والسبب الثاني أنه بيتحايدوا دار الحريم حتى يمروا ما يشوفوا منطقة النساء بيطلعوا من ظهر السطح من فوق هؤلاء الأربعة اللي كانوا بيحملوا المفلوج طلعوا على ظهر السطح وكان فيه الأجر اللي هو عبارة عن زي بلوكات أو بريكس من منطين مع القش بيكون مخبوز محطوط على طبعا أخشاب اللي ممكن من السهل أنك تشيله وطبعا هذا يسبب تساقط بعض الغبرة حيث كان المسيح واقف فمش هذا كان المهم المهم كانوا مصرين وكانوا مصممين أنه ينزلوا المفلوج حيث يوجد يسوع أو مكان يسوع في الوسط